مستمرين بفقراتنا الصباحية وبموسم العياد بتكتر الحلويات أشكالها وأنواعها يا ليلى تماما يا رشاو صناعة الحلويات ما أنا مجرد صناعة فقط بل هي مجرد فن وأبداع وزوق اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع ورح نحكي مفاصلا نكتشف أسرار صناعة الحلويات معظفتنا اللي صارت معنا بالستوديو السيدة ماريا ميدا يسعد صباحك ماريا يسعد صباحك صباح الخير تلعبت الخير بمناسبة موسم العياد ماريا اليوم بلش على بكير بهاي المسيرة يعني لا أول كم إليك سنة صرلي تقريبا أنا مبلشة من الـ 2015 بس فعليا حسيت حالي أنه أنا بلشت أوصل للي أنا بديها تقريبا من شي 2018 ليش يعني بلشنا نوصل خبرة حسيت بلشت أنا أخدت خبرة بلشت انعرف أكتر أنا بلشت بصنف صرت أعمل عدة أصناف ما عاد ما اعتمدى على صنف واحد صارت العالم تعرفني أكتر هاد الشي حسيت فرق كتير عن أول ما بدت هلا طبيعي اليوم أول ما نبلش بأي عمال نحنا شوي شوي بناخد خبرة أكتر بتثقل هاي الموهبة أكيد ماريا تحكينا عن أكتر أنواع الحلويات اللي بتستمتع بصناعتها وليش؟ هلا تقريبا أنا كل شي بحب أشتغله بستمتع أنا وعم بشتغله كل شي بتحسي إلو شي بس بحب شغل المعمول كتير أحب كتير نقش ما باعتمد أبدا على الأوالب أحب شغل شغل يدوي بإيدي هدول بدون أوالب نعم لا تتنقش هلا هذا المعمول هو خاص بالعيد خلينا ناخده يا يوسف المعمول هلا بنا ندوء كمان لنشوف على قلبك هلا هذا الصنف هو خاص بعيد الفصاح يعني تشتريك التشيب عن الفصاح؟ هلا هو مو خاص هو تحسي له ضيافة أساسية بالموجودة بالعيد المعمول بالإضافة فيه أصناف تانية كمانا لازم تكون موجودة ماذا في بقلبه؟ هذا معمول جوز شوكولاة أو تمر؟ هاي تمر وفيه نانرج ماريا ذكرتي أنه بدون أوالب عم تستخدمي هدول شو الأعلات اللي بتطلع معيك هاي النقشة؟ الملقط عندي ملقط عدة نقشات كل مرة بختار نقشة وعطينا شكل حلو حتى هاي اللي يجب تحبيها ليلة؟ ضريفة اي طيبة هاي ثمان موجودة عندنا بالفصح كمان نحكي هيك عن مراحل العمل عندك ماريا اليوم وقت البتبلش بصناعة أي نوع كل يوم في معايير في وقت في كل شي يعني كرمات تقدري توصل لهذا الشكل يعني ما شاء الله عليك شكله كتير حلو يعني ندقوا بعد الهواهات هلا أول شي نحنا بشغلنا أهم شي النظافة بصراحة يعني أنت بدك تدير كتير بالك أنت وعم تشتغلي بدك تختاري مواد تكون ما رح لك يعني بدك تكون جيدة أو نوع ممتاز لحتى تعطي نكهة طيبة للعالم بدك تحافظي على هاي النكهة عطول ما بدك كل مرة تعملي شي اختلف بدك تعطي حقها للعجينة لحتى تطلع بشكل مزبوط تريحية بشكل مزبوط تأجنية منيح لتأخذي هذا الشكل يعني بده رواء شغلنا بده هداوي أنه أنت كل مرحلة تعطي حقها تكوني صبورة يعني تماما بمراحل العمل ماريا فيها وصفات خاصة بالعيد ويمكن كل عائلة أو كل منطقة يمكن عندنا وصفات معينة هل في وصفات خاصة بتتوارثيها من عائلتك؟ أكيد هلا نحن دايما بالفصح نعمل الكليشا والبريوش هدولة بيكونوا موجودين هلأ بتحسي صارت العالم عم تختار غير أصناف عم ندخل الألوان مثلا بالعيد في الكوكيز عجينة السكر هذا كمان عم يعطي كتير حركة حلوة بالعيد الجوزة عم نلونة هلأ هنروح لعندي الجوزة جوزة يعني أنا غريبة على فكرة يعني يعني حتى الألوان اليوم ماريا مستخدمتها هكي فراحية يعني عيد يعني برافو عليك اليوم نحنا بحاجة لأي بهجة ولو بتفاصيل جدا بسيطة أكيد أكيد نحنا بننطر العيد لحتى تحسي إنه نعطي شوية حياة صحيح ممكن حتى الأطفال اللي بيرغبوا لهدول القصص أكتر كألوان أه طبعا هدول بتفصي أكتر للأطفال طيب الجوزة أنا ما بعرف شا هتيا قبل هالمرة أول مرة بشوفها لفتة نظري مان يعرفاني صراحة شو هي هلأ هلأ هي هي شو هي حبلين ماريا؟ هي عبارة عن بسكوت بس منقلة جوزة لأنها بتشبه شكل الجوزة آه يعني هي بسكوت؟ هي بسكوت منحشي في إلو عدة حشوات خلينا نشوفها هي كماريا مستخدمة شوكولات بقلبها؟ تمام شوكولات في حشوة النسلة في حشوة كراميل كمان فيها أختيها نفس موديلة لجوزة أكيد أنا فكرتها جوزة على فكرة غشيتيني بس استغربت كيف قدراني تفرغيها وتعطيها هي الحشوة يعني هلأ هلأ هنأ أولب هاي منستخدمها والحشوة انتي بقى بتتفنني فيها شو بتحبي تحشيها بتحطي ناس شو بتحبه كتر شي من هذول الأصاص الموجودين يعني كونه عيد وكونه هلأ الجوزة مرغوبة كتير عند العالم لأنه طيبة نكهتها طيبة والسابليل ملون كمان مرغوب السابليل شوفوا ليلى طيب اليوم هذول الأصاص الملوينات كذا ما بتكون في حذر باستخدامها هاي السابليل أكيد هذا كله طبعا أنا بجيبه نواع ممتازة وغزائية حصة هذول يعني الألوان ممكن حسب الرغبة ولا أنتي بهذول الألوان خلص لهي القطع أو لهذا الصنف لا هذول الألوان للفصح يعني الأخضر الأصفر الأورانج الزهر هذولة للفصح طيب ماريا اليوم نحنا عم نقول إنه من 2015 عم نشتغيل سنة بعد سنة زدنا خبرة تعلمنا من بعد الأخطاء من بعد الهفوات عدنا عيار خففنا حرارة هذول القصص كلهم أكيد ما رأتي فيهم اليوم ماريا بتعلمي هل أنت اليوم قادرة أنك تعملي كورسات لصبايا وشباب عندهم هذا المشروع بالنهاية أنت اليوم عندك مشروعك الخاص اللي هو مردود مادية لحضرتك صحيح؟ أكيد أكيد هلا أنا اللي نشكر الله وصلت لمرحلة كتير حلوة بالشغيل وراضية فيها عن حالي بس لسه بحب أني وصل أكتر يعني أنا ما حست حالي اكتفيت من هذا الشي بحب عطول أعمل شي جديد بحس عندي الإدراءة أنه أنا علم عطول بجرّة بشغلات جديدة بحب أعمل شي جديد ما بحب أنه أنا مثلا بس بعمل جلوزة أنا مشيت بس بحب وسع بحب أعمل غير أصناف حتى لو مالا إنه العالم متعودة علي بحب نزلة للعالم تشوفه مرة عمرة بتتعود أنه صار في صنف جديد فينا ندوء أو نجربه حلّمنا ندوء تعلمينا ماريا في كتير أشخاص رغم أنه بتحب التجدد دائماً لحتى تواكب يمكن هيك ويكون دائماً في رغبة وخصوصاً بالمناسبات والأعياد لكن بيضل عنده هذا الحس أنه فيه أشياء تقليدية بتحب تريد ترجع له أو ممكن الشي التقليدي ممكن أنه تعدلي عليه وتطوري عليه أكيد أكيد هلا أنا بحافظ على الشي اللي أنا بالعاملته مثلاً أو مثل ما حضرتك قلتي أنه التقليدي بس ممكن نعدل على مثلاً نعمل الشكل بغير طريقة ممكن نزيد أوقات شغلة بسيطة تغير كل النكهة بس بضل محافظة على طيابطة وبحب كمان أنه أعمل الأشياء الجديدة هادي منظره كثير جميل جداً خلينا نحكي عنه ماريا اليوع هذا شوكولات خلينا نستعدوا على الكاميرا بسع ما يقلب من إيدي ليس الحال هاك خلينا نمسكك شو هاد هادي شوكولات محشي بسكويت الأوريو هلا هادي ناس كثير بتحب هادي النوع صحيح كثير طيب هو وبيتقدم كضيافة شوكولات بالعيد كمان فيك الضيفة ونكهته طيبة وصنف جديد يعني غير عن الشوكولات الموجودة دايما بالسوق ربو يعني اليوم كثير حلو كثير حلو شركة يعني حتى طريقة الزينة خلينا نحكي عن طريقتك الخاصة بزينة الحلويات وخصوصا بالأعياد مثل ما أنا شايفين الأصناف والزينة يمكن هاي القطعة هاي هادول الأعراس هادول نمازج بشتغلة شو نوع هي أو شو مكوناتها هادا كمان كوكيز هو بسكويت كمان سابلي أنا بزينه بعجينة السكر بديزاينات تلبق للمناسبة يعني هادول أعراس هاي بيبيات هادول ولادات مثلا عندك اليوني كورن أعياد ميلاد للأطفال أنا بختار الدزاين وبزبطه حسب المناسبة ممكن حدا بيطلب منك أنه ديزاين معين للمناسبة أكيد أكيد طبعا هلا في ناس بتقلي أنت على زوئك مثلا بدنا شي مثلا هيك بدنا مثلا فسطان عروس أنت عملي الديزاين في ناس بتبعتلي الصور إنه بدنا نفس هذا الشكل فأنا بحترم الرغبة اللي بيحب هيك أكيد إذا حدا طلب منك شي مو مناسب مع المناسبة اللي هو بدو يعملها الأشياء ممكن تنصحي لا بتغير أو بتعطي رأيك أكيد لا أنا بنصح يعني تبقل لهم أنه أنا هيك رأيي بس طبعا أنتو الخيار حتى في ناس بتحبني مثلا أنه أنا مثلا لكليشة حطيرنا فيها هذا النوع من البهارات أوكي أنا بعمل بس أنا ماني يعني أنا محط أنا محط لا أنا محط تمام يعني أنا أنا ما بنصح بس كل واحد بنهاية على رأيك أزواق طيب ماريا اليوم هدول أصناف مشوولين بحب إحنا دائما وقت بتشوفي أطع ملفتة بتعرفي أنه صاحبة تشغلة من روحه يعني فيه محبة لهي الأطعام اليوم هدول أصناف بحاجة لتسويق اليوم حضرتك عم تسوقي بس عن طريق المواقع التواصل اجتماعي أو عندك مشاركات ببازارات بمعارض أكيد التواصل اجتماعي كثير ساعدني والبازارات كثير ساعدتني كان كثير إلى دور حلو علي البازارات كمان حبيتي للناس حبيت الشغل كان في أطبال على الشغل الحمدلله كان كثير حلو وأنا صار لي تقريبا شي أربع سنين بس بشترك ببازارات الحمدلله كانت كثير حلوة ماريا يمكن كل عمل فيه إيجابيات وفيه سلبيات خلينا نحكي بداية عن الإيجابيات وإذا كان فيه سلبيات الإيجابيات لما أنا أعمل أي شيء وأسمع كلمة بس من العالم أنه هي كثير طيبة يعني هاي بحسة أنه عن جد الحمدلله وصلت له هذا الشيء أنه أسمع كلمة حلوة مثلا العالم تعجب بشغلي كذا أو حدا يقل لي أنه إسمع عنك أنه أنت غنية عن التعريف هذا الشيء لحاله بغريح تحسي أن أنت لسه بدك تعطي أكثر طيب ماريا مين اللي خلينا نقول المتذوق الأول لإلك بأي نوع بتساوي كان من 2015 لليوم يعني أكيد اليوم في حدا عم يدعمك في حدا عم يقلك هيك أطيب هيك خففي هيك أزراف هلا أول شيء أهلي أنا من أنا وعند أهلي كثير بحب أن يفوت على المطبخ كثير بحب العجين بحب أن يقعد أشتغل وما كان ببالي أبدا أنه أنا هيك فكانوا دايما شجعوني أنه إيه طيبة بيطلع معيك طيب هيك طيب هيك فدايما اتشجع يعني حتى البابا كان أنه في هاي الشغلة يخلي ماريا هيك تعمله هذا الشيء كان كثير يحفزني وهلأ زوجي بيدعمني بناتي بس يدوقوا أنه بيعملوا لي لايك إننا صغار فبيعملوا لي أنه إن طيب نحن عم نالك أنا دقتل معمول لايك ماريا كثير طيب تتذكري ماريا أول صنف ساوتي بالحلويات شو هو؟ الجوزة أنا بلشت بالجوزة هلو؟ إيه وأنه أعمل حتى ما يعني ببالي أنه أعمل لحدا أنه أعمل لألي لأهلي لكذا في العالم تدوقت اللي طيب ليش ما بتعملي ليش ما بتفوتي به هالم مجال أنا ما كأني بلشت هيك إنه شخصين ثلاثة بس وبس جوزة بعدين كيف صاروا عدة أشخاص؟ ماميتك عندها هيك هواي هواي القصاص يعني أخذ مننا الشيء؟ أي أكيد إن دائما لازم نكون فيه ماما شطورة لماما آنكي إذا البنت هيك الأم شلون؟ كتسلمي كل أكبر طيب ماريا شو عنا لقدام؟ ننوسي أكيد اليوم ما رح نكتفي بحلويات العيد أو بتواصل الاجتماعي اليوم فيه حلم بدنا نكفي يعني إن شاء الله بتمنى أني أوصل لمرحلة أني أفتح محلي الخاص أعمل اسم لإلي بمحل يعني أنا برسمه بخيالي إنه أنا كيف بدي أعمل له الديزاين كيف بدي يكون إن شاء الله عم بسعى لهذا الشيء إن شاء الله هيك يكون خلا نقول تسهيلات موجودة عندي كيمكن اليوم صعوبات لا تجد أي حدا عنده هذا المشروع الصغير يمكن سعر المواد الأولية ما تكون مشكلة تبدل الأسعار بالأسواق يوم بعد يوم بتنامي بتفيقي بتلاقي السعر غير قبل يوم هذا الشيء عم يأثر على سوء على سعر المنتج للمستهلك يعني اليوم كيف عم تزبطي هاي القصة؟ أكيد يعني هذا الشيء كتير عامل لنا مشكلة بس عم نضل نحاول إنه نلاقي إنه مواد تكون نيحة كتير وطيبة وظريفة ونفسش الوقت إنه أنت تقدريت ما تعملي سعر كتير عالي على زبون يعني أنا كتير بحس بيغني أنا بحط حالي محله فبحاول إنه ضبط هذا الموضوع أكيد ماريا بنتمنى عليك التوفيق والنجاح بهيك مسيرتك وإن شاء الله هيك دائما التقلق وتحقق كل شي بتتمني شكرا لإلك شكرا كتير إلك شكرا كتير إلك